اعداد الخبز بالنسبة لساندي هذه الايام ليس لتمرير الوقت بل حاجة ايضا سعر رغيف الخبز الواحد اربع دولارات استطيع ان انفق دولارين على خمسة باوندات من الدقيق وبعض الزيت والبيض واصنع ستة ارغيفة من الخبز باربعة دولارات احسبوها ساندي خسرت وظيفتها منذ سنتين ومنذ ذلك الوقت تعيش على المساعدات الحكومية وهي تعيل ابنتها البلغة من العمر 17 عاما وفي المنزل هي تحاول ان تقتصد في الانفاق والكوبونات تساعد خاصة في موسم الاعياد هذه الكوبونات يمكن استخدامها ايضا في موسم الاعياد وتعتمد ساندي على بنك الطعام والمسؤولون يتوقعون ان يبلغ توزيع المساعدات مستوى قياسيا مع نهاية العام نظرا لنتائج اللزمة الاقتصادية العالمية عام 2008 كنا نخدم حوالى 80 الف شخص في السنة والان 150 الف الاشخاص الذين يقفون في الطوابير تتغير وجوههم بعضهم من العمال الفقراء وبعضهم من العاطلين عن العمل وهم بحاجة لمساعدات غذائية حوالى 20% من القوة العاملة الامريكية تجد نفسها الان في هذه الضائقة الاقتصادية وللمساعدة في دفع الفواتير تعمل ابنة ساندي كنادلة كل ليلة بعد دوامها الدراسي وتأمل أن تشتري ملابس سانتا كلوز هذا العام في الأعياد الماضية كان والدي يعطيني 20 دولارا ويقول اشتري شيئا ما لأمك لكن هذا العام لدي إمكانات خاصة لأشتري هدايا جيدة إنها كلمات ناضجة لشابة تعلمت باكرا معنى أن يحصل الإنسان على وظيفة والمخاطر التي سيواجهها في حال العكس ترجمة نانسي قنقر